بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحييكم أخواني الطلاب لنستكمل مسيرتنا العلمية لمادة التوحيد للصف الثالث متوسط توقفنا عند الدرس الحادي عشر تعبيد الأسماء لله تعالى حكم تعبيد الأسماء لله تعالى لا شك بأنه يستحب تعبيد الأسماء لله تعالى كما قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك أحب الأسماء إلى الله تعالى أحب الأسماء إلى الله تعالى هو عبد الله وعبد الرحمن وذلك استدلوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وهناك أسباب لماذا هي أحب الأسماء إلى الله تعالى واحد نسبتها لآجل أسماء الله تعالى اثنان كونها معبدة لله تعالى ففيها تذلل وخضوع لله جل لا في علاه الثالث أنها تشعر من تسمى بها بعبوديته لله رابعا قال ابن القيم رحمه الله كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن خامسا معنى تعبيد الأسماء لله نسبة عبودية الإنسان لله كتسمية بعبد الله أو عبد العزيز نعم كما ذكرها في نشاط واحد بالتعاون مع مجموعة تذكر ثلاثة من أسماء الصحابة معبدة لله كما ذكر عبد اللطيف وعبد الرحمن وعبد الله حكم التعبيد الأسماء لغير الله أي أن تعبد لغير الله أن تسمي في تعبيد الأسماء لغير الله تعالى لا شك بأن هذا محرم تعبيد الأسماء لغير الله تعالى ومثال ذلك كما ذكر عبد الحارثي وعبد الكعبة وعبد الرسول وغيرها فهذا لا شك أنه محرم ويدخل في حكمها بعض الأسماء مثل غلام أحمد وغلام الرسول وغلام الحسين لأن هذه بمعنى عبد الرسول وعبد الحسين وهذا لا شك بأنه محرم والدليل على التحريم كما قال تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون اثنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء المعبد لغير الله تعالى ثالثا يجمع العلماء على ذلك النشاط اثنين بالتعاون مع زميلك واذكر ثلاث أمثلة أخرى على تعبيد الأسماء لغير الله تعالى نعم كما ذكر عبد الكعبة وعبد شمسي وعبد الزهراء وعبد الحسين وعبد الرسول فكل هذه الأسماء لا شك أنها محرمة الحكم من تحريم التعبيد لغير الله حرم الشراء التعبيد لغير الله لأسباب نعم لماذا ما هي الحكمة من تحريم التعبيد لغير الله سد دريعة الشرك ولأننا نعلم أن الشرك هو من أعظم الأمور المخالفة في التوحيد اثنان ما تضمنه ذلك من صورة العبادة لغير الله حتى وإن لم يعبده ثالثا ما فيه من الكذب تعبيد الجاهلية لآلهتهم كانت العرب جاهليتها تعبد الأسماء لآلهتهم فيسمون بعبد العزة وعبد مناف وعبد هبل فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك وتحريمه وكان هناك من الصحابة ما كانوا يسمون لغير الله فالأول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان يسمه عبد عمرو اثنان عبد الرحمن بن سمرة وكان يسمه عبد الكعبة الثالث عبد الله المزني والرابع عبد الله بن الحارث وخامسا عبد الله بن أبي عوف السادس عبد الله بن المدان السابع والأخير عبد الله بن شهاب وكانت أساميهم سابقا تسمى لغير الله نشاط ثلاثة تحاور مع مجموعتك في سبب تغيير الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء بعض الصحابة نعم ذكرنا أنه كانت العرف الجهلية تعبد الأسماء لالهتهم فيسمون بعبد العزة وعبد مناف وعبد هبل وعبد الكعبة ولا شك بأن هذه أسماء محرمة نشاط أربعة هناك نعم كما ذكر وبين حكم التسمي بالأسماء الآتية وسببه عبد المصور وعبد الحسين وعبد الرسول وعبد المجيد وعبد الملك وعبد الحسن نعم عبد المصور هو مستحب لأنه من أحب الأسماء لله تعالى عبد الحسين كما ذكر نعم هو محرم لماذا؟ لأنه تعبيد لغير الله تعالى وعبد الرسول كذلك محرم وذلك لأنه تعبيد لغير الله تعالى عبد المجيد مستحب وذلك من أحب الأسماء لله وعبد الملك كذلك مستحب ولأنه من أحب الأسماء لله وعبد الحسن لا شك بأنه محرم والسبب لأنه تعبيد لغير الله تعالى نعم التقويم هناك أربعة أسئلة ما معنى تعبيد الأسماء لله تعالى هو استحسان الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما شبه ذلك اثنان ما حكم تعبيد الأسماء لله تعالى هنا قد أخطأ في الكتاب حكم تعبيد الأسماء لله تعالى هذا هو مستحب كما ذكر سابقا وليس محرم السؤال الثالث ما حب الإسماء الله تعالى نعم كما ذكرنا عبد الله وعبد الرحمن من هي أحب الأسماء إلى الله والدليل كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحب أسماءكم من الله عبد الله وعبد الرحمن السؤال الرابع ما حكم تعبيذ الأسماء لغير الله مع التمثيل والدليل يحرم بلا شك والمثال على ذلك عبد الحارثي وعبد الرسولي وعبد الحسين وغيره من هذه الأسماء والدليل قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد